تسمم الحمل بيحصل غالبا بعد الأسبوع العشرين من الحمل وممكن يحصل بنسبة 8% من الحوامل يعني كل 100 امرأة حامل ممكن يحصل لتمانية منهم تسمم الحمل تسمم الحمل بيحصل بسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة البروتين في البول لكن حصل ده ازاي؟ هنعرف حلقة النهاردة وهنعرف ايه الاطعمة اللي بتزود فرص الاصابة بتسمم الحمل وايه الاطعمة اللي ممكن تحميك من تسمم الحمل خليك معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا اذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبيها نسعد بإذن الله يتعلم تسمم الحمل بيحصل زي ما قلنا بعد الاسبوع العشرين له اسباب زي زادة الوزن تزود فرص الاصابة بتسمم الحمل الطعام غير الصحي اللي هنتكلم عنه بيزود فرص الاصابة بتسمم الحمل ارتفاع ضغط الدم يزود فرص الاصابة بتسمم الحمل وللأمانة العلمية الأطباء والعلماء وجدوا انه هناك اسباب اخرى غير معروفة ممكن تؤدي الى تسمم الحمل طيب الأعراض اللي ممكن تظهر على الحمل اللي ممكن لقدر الله تصب بتسمم الحمل لأنه ممكن تشعر به صداع للاقي تورم فجائي مش تورم بالتدريب للاقي ألم في المنطقة العلوية من البطن وشعور بيقى وزغلالة في العنين ودوار وهكذا اي واحدة تشعر بالصداع نصيحة لازم نقيس الضغط لازم نطمئن على معدل ضغط الدم دي نقطة مهمة جدا جدا الضغط المناسب هو 120 على 80 120 على 80 110 على 70 برضو ضغط دم طبيعي طيب أقل من كده احنا بنتكلم عن ضغط منخفض دي مشكلة تانية الضغط المنخفض مش هيحصل معاه تسمم حمل ولكن دي مشكلة أخرى ممكن نعالجها بتغذية سريمة أو في بعض الأحيان الطبيب ممكن يصف لي الحامل بعض الأدوية اللي ممكن تزبط الضغط عند الحامل ولكن بنتكلم عن 110 70 أو 120 80 ده الضغط الطبيعي مرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم هي المرحلة اللي قبل 140 على 90 يعني لو لقينا مثلا 130 على 85 كده مرحلة أولى من ارتفاع الضغط هي مرحلة ممكن تكون برضو آمنة نوعا ما ولكن فيها مؤشر خطر أنه هيبتدي هنا الموضوع يبقى مؤلئ لو تخطى هذه الأرقام لكن لو لقينا أن الضغط بقى 140 على 90 كده احنا بنتكلم عن ضغط دم مرتفع وبنتكلم أن هذا الضغط لو كشفنا عليه ولقينا أن الضغط مرتفع وخلال أربع ساعات كان هذا الضغط مستمر هنا في خطورة شديدة أن الحامل دي ممكن تصاب بتسمم الحامل نتيجة ارتفاع الضغط الدم فهنا خدي بالك كويس جدا إذن أنا عندي حاجة أقدر أسيطر عليها هو ضغط الدم وده اللي هنتكلم عنه في الحلقة عن الأطعمة اللي ممكن تزود فرص ارتفاع ضغط الدم بلاش منها بلاش منها عشان أحمي الحامل من أن يحصلها ارتفاع في ضغط الدم في حاجة تانية اللي هي زيادة نسبة البروتين في البول حتى لو دي وجدت بس ما فيش ارتفاع في ضغط الدم يبقى أنا مش بتكلم عن تسمم الحامل بتكلم عن مشكلة تانية بس مش تسمم الحامل يبقى تسمم الحامل لازم حكتين مع بعض ارتفاع في ضغط الدم وزيادة نسبة البروتين في البول طيب اللي أقدر أسيطر عليه هو ضغط الدم المرتفع طيب يا ترى أزبط ضغط الدم زي هبعد عن الأطعمة اللي هذكرها دلوقتي أول هام نحاول نحن نزبط الوزن بتاعنا قدر المستطع طبعا لو ما فيش فرصة نحن نزبط للوزن يعني كان فيه زيادة فيه الوزن من قبل الحم فهنهتم بس بيه أن نحن نبعد عن زيادة أكتر من كده نبعد عن تناول المزيد من الملح الأطعمة المقلية في زيت والأطعمة المعمولة بسمنة صناعية كثيرة بلاش منها يبقى المقليات في زيت والأطعمة الغنية بالدهون الصناعية أو بالسمنة الصناعية بلاش منها لأن الحاجات دي بتزود فرص ارتفع ضغط الدم اللحوم المصنعة يعني اللحوم مصنعة يعني لحمة مش حقيقية يعني محدود شوية ألوان على شوية فلسوية على شوية بروتين صناعي معمول كده اللي هو اللانش والسوسيس السجوء الهدوج البورجر الحاجات دي كلها لحوم مصنعة اللحوم المصنعة فيها مواد حفظة وأيضا هي التركيبة بتاعتها فيها نسبة سوديوم ترفع عندي معدلات إصابة الحامل بارتفاع ضغط الدم جميع المعلبات جميع المعلبات في فترة الحامل يفضل الحامل أنها تبتعد عن الأغذية المعلبة المعلبة زي إيه؟ زي الصلصة اللي في البرطمانات اللي في العلم أنا بتكلم عن الأغذية المحفوظة ولكن هناك مثلا كرتونة لبن كرتونة اللبن دي غالبا مش بتبقى فيها مواد حفظة لأن لها مدة صلاحية قصيرة جدا فدي ماشي لكن أنا بتكلم عن المعلبات زي مثلا سردين معلب، تونة معلبة، صلصة معلبة، مرأ الدجاج معلبة، أغذية المحفوظة، الشيبسي المعلب، السناكس المعلب، حاجات المعلبة والمكيسة دي كلها اللي بتحتوي على مواد حفظة دي بترفع عندي إصابة الحامل بارتفاع ضغط الدم ومن ثم ما ممكن تهدد الحامل بي تسمم الحامل الكافيين اللي ممكن نلاقيه فيه البيبسي والشاي والقهوة والنسكافيه والاسبريس والحاجات دي نقلل مش هنقول نمنع ولكن نقلل من استهلاكنا من الكافيين دي الكتير لأن ده ممكن يعمل عندي إرتفاع في ضغط الدم والسكريات، الحاجات المأكلات الحلويات اللي فيها سكر كتير حاولوا أن انتوا تاخدوا حاجة بسيطة من نفسكم ما تفروطوش في تناول السكر عشان تحموا نفسكم من إرتفاع ضغط الدم طيب تعالوا نشوف بقى الأطعمة اللي بتحمي من تسمم الحامل لأنها بتحمي من إرتفاع ضغط الدم زي البنجر أو الشمندر ده بيعمل على خفض ضغط الدم فده بيحمي الحامل من تسمم الحامل البطاطا الحلوة نفس القصة فيها نسبة بوتاسيوم بيت تعملها بتشتغل على خفض ضغط الدم الخضروات الورقية نفس الحكاية الموز رائع جدا في حماية الحامل من تسمم الحامل الأسماك نفس القصة الحبوب الكاملة وبنصحكم بتناول الزبادي أو الياجورد الزبادي الرايب الياجورد الحاجات دي كلها بنصحكم بيها ليه؟ لأنها مش بس بتقلل ضغط الدم لأ دي كمان فيها بروبيوتك بتحمل حامل من التهابات الحمل من الالتهابات اللي ممكن تصيبها فترة الحمل لو حفظنا على طعام الصحي وحفظنا على أننا نقيس الضغط من حيل للتاني ولو حفظنا على أننا لو شعرنا بصداع أو أي عرض مش طبيعي أتطم من أننا بس قائس الضغط وتأكدنا أن الضغط مش مرتفع بإذن الله تعالى هنحمي نفسنا من موضوع تسمم الحمل تسمم الحمل للأسف لو حصل لقدر الله بيبقى تصرف السليم أنه بيحصل ولادة بس بس ساعتا مش كلا أنها بتبقى ولادة مبكرة وبتبقى فيه يعني بعض المخاطر على الطفل فلذلك مهم جدا أننا نحمي نفسنا من تسمم الحملة وشكرككم شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر